لابتوب بشاشة متحركة وتناسب المصممين والرسامين وأيضاً يعطي شاشة جميلة وصوتيات قوية وأداءه يعتبر عالي مع القلم والإمكانيات الإضافية سأعرفكم على Surface Laptop Studio من مايكروسوفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكم فيصل السيف وجهاز طال انتظاره وهذا بشكل رسمي وموجود في المملكة العربية السعودية Surface Laptop Studio يعتبر لابتوب عالي الأداء مع إمكانيات وحركات تناسب المصممين وأستعرضها لكم كاملاً في المراجعة الجهاز قمت له فيديو مراجعة وفيديو ثاني اخترت فيه مبدع من المبدعين الذين يقعدون ساعات يومياً بتخصص يجب أن يكون لوحة التصميم لوحة التصميم التي اختارها وآخر كم سنة هي Surface Studio الجديد سأجلب لكم إيجابيات والأشياء التي تسهل عليكم التصميم وأكيد نتائج الإبداع في هذا الفيديو سأتحدث عن هذه الشخصية الرائعة إذا تعرفوا اسمه، قولوا لي في التعليقات اسمه وباسم الله، دعوني أبدأ المراجعة وقبل أن أبدأ، يجب أن أذكركم أن تفعلوا زر الجرس وفي نهاية الفيديو يكون دائماً اختصار للمزايا والأشياء التي تمنيتها أن تكون أفضل ماكروسوفت ستوديو موجود فأكيد شيء ممتاز وإيجابي فلايفودتكم أن ترون الفيديو إلى النهاية أبدأ بالتصنيع، وأول شيء، اللابتوب مصنوع من واعد معدنية مشتقة من الماغنيسيوم والألمنيوم والطبقة الخلفية منحوط عليها علامة ماكروسوفت ونفس الطبقة هذه فيها مفصلات تمكنكم من تحريك الشاشة بأنماط مختلفة فبإمكانكم استخدام الجهاز بوضع اللابتوب يصبح لوحي فهذا هو لوحة الشاشة وأكيد يمكنكم بأمان سكروك اللابتوب فهذه لديكم الثلاثة أنماط موجودة بشكل كامل ولكن أيضاً نماط المشاركة يمكن أن يكون نماط جداً ممتاز لأنني الآن أعرض لأحد أستخدام الجهاز على فكرة، كل الأنماط هذه القلم كان موجودة في الجهة فأمرنا طيبة ماكروسوفت نفسها بدأت في نفس المفصلات التي تضعها مخفية وهذه المفصلات تتحرك بأنماط مختلفة وأكيد الكفاءة حقها جداً عالية ومن ناحية الواجهة الأمامية، أكثرها شاشة فيها كاميرا أمامية بداخل نفس الحواف كاميرا هذه تتفاعل مع مسألة الاجتماعات بشكل مرة رائع وبالتأكيد، نظام ويندوز 11 كونو جاعلة وضعوا فيه حاجتين لازم النظام ويندوز 11 يكون متناسب مع كل شيء قلم وهذا الأمر الطبيعي في السورفرس لابتوب ستوديو والشيء الثاني الذي يجابوه معه هو الجهاز المتنقل كفاءة التنقل نفسه مع الأخذ والعطاء في النظام ستكون موجودة بالكامل ونظام التبريد في السورفرس لابتوب ستوديو يأتي بأداء عالي ويأتي بمروحتين موزعة للجوانب وتضرد الحرارة من خلال فتحات التبريد الكبيرة الموجودة أسفل إطار اللابتوب وزن الجهاز السورفرس ستوديو 2 كيلو إلا 1 كيلو و 820 جرام بالتحديد وكلما زادت النسخة بالخصائص الأكثر يمكن أن يزيد الوزن أو يونغس سماكة الجهاز 18.84 ملي متر والمهم من وجهة نظري أن أرى السماكة والوزن جيدة خصوصاً أن العتاد الذي فيه جداً عالي وسأتطرق أكثر له بهذا الفيديو لوحة المفاتيح لابتوب تأتي بضغطة ميكانيكية ومضيئة وبعد التجربة توزيع ومسافة الأزرار يعتبر مرضي وبشكل عام يؤدي الغرض أيضاً لوحة اللمس التوتش باد سلسة وتدعم الإيماءات وهذا مميز في ميزة الهابتك توتش والارتداد والارتداد موجود على نفس التوتش باد والذي سيعطي اهتزازات تفاعلية مع اللمس هذا الأمر تفاعلي ممتاز مع الجهاز مايكروسوفت سيرفس ستوديو يدعم مايكروسوفت سيرفس سليم بن يأتي بجيله الثاني الذي سوف يفيد في الكتابة والرسم ولوحة حساسية ضغط على الشاشة ولوحة حساسية استخدام وكميات تمكين جداً كبيرة هذا القلم يأتي بشكل منفصل ولكن عندما تأتي على الشاشة تستخدمه لإعطاء أفضل تجربة على استخدام سواء في الرسم أو التصميم ستجدون أن القلم الرسمي يعطي الجانب الإضافي والقلم نفسه حساسية عالية متوافق مع ويندوز 11 يقدم تجربة جميلة مع تطبيقات أدوبي سواء مع الفوتوشاب أو تطبيق الفرسكو حق نفس أدوبي أيضاً قلم سليم بن 2 يأتي بزر علوي يساعد في الوصول للتطبيقات أو الاختصارات وهو قابل للتخصيص وهذا الزر تستخدمه كممحاء أثناء الرسم القلم يتثبت ويشحن لاسلكياً أسفل اللابتوب أيضاً ممكن يتثبت أسفل التوتش باد ومن ناحية البطارية فتدوم إلى حدود 15 ساعة في الشحنة الكاملة وصلاً القلم ينشحن في مدة زمنية جداً بسيطة كون أنه لمس الشاشة تدعم اللمس وحجمها 14.4 إنش وهي من نوع بيكسل سين فلو ديس بلاي تأتي بدقة 2400 في 1600 بأبعاد 3.2 تمتلك 201 بيكسل لكل إنش أيضاً تدعم دولبي فيجن ولكن نازم المحتوى نفسه يدعم دولبي فيجن الشاشة تأتي بتردد 120 هتز فتردد جداً عالي والذي يعطي نعومة وسلاسة عالية في الاستخدام وفي المحتوى المدعوم سواء ألعاب أو غيرها الشاشة بعد التجربة تعطي ألوان غنية جميلة طبيعية ومريحة للعين وهذا الشيء ملاحظ أثناء التصميم والرسم برضو في المحتوى المرئي تقدم نفس الجودة مع تباين مرضي وعمق سواد جيد في المشاهد المظلمة وبشكل عام هذه الشاشة تعتبر مرضية وما ستخيبكم أبداً معالج الجهاز انتل انتل اي 7 الجيل 11 370H هذا الجيل المفروض أنه يعطيكم مهام جداً عالية بأربع أنوية ويعطي ثمان خطوط والتردد يصل إلى 4.8 هرتز والمعالج الرسومي مدمج هو انتل ايرس اكس اي غرافيكس برضو اللابتوب يأتي بمعالج رسومي منفصل وهو GeForce RTX 3050 Ti من نفيديا يأتي بذاكرة 4 جيجا بايت من نوع GDDR6 في اختبار تطبيق بيك بنش 5 المعالج عطى في النواة الواحدة 1288 نقطة بالأنوية المتعددة 4518 نقطة وما لم يكن مقارنة بينه وبين شبيهاته من الأجهزة اختبار 3D Mark Time Spy الذي يعطينا قدرة 3D والمعالجة الحسية للبروسيسور مع معالجة الصورة أعطى 411 نقطة فأموره تعتبر جيدة جداً النسخة التي معنا تأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت من نوع LPDDR4X السعة التخزينية SSD 512 تعتبر مرضية من ناحية القراءة والكتابة وملاحظة أن أداءه في تشغيل التطبيقات يكون جداً ممتاز من ناحية نقل البيانات والسرعة عالية النظام التشغيل هو نسخة منزلية قدمت تغييرات كثيرة سواءً في الواجهة التشغيلية والأداء وصارت بصراحة أرتب ووصول للاختصارات أسهل بكثير وصورة لابتوب ستوديو لديه كاميرا أمامية تصور بدقة 1080 وجودتها جيدة جداً وتقدم المطلوب في المحادثات المرئية وكاميرا تدعم ميزة Windows Hello وهذا يتيح الدخول الآمن لنفس المستخدم على النظام وتدبير الأمور بشكل جداً إيجابي تعتبر آمنة وإستجابتها جيدة اللابتوب أيضاً فيه مايكروفونين بعيدة المدى وتعطي جودة مرضية وأيضاً فيه أربع سماعات بتقنية الكواد أمني سونيك دولبي مع دعم تقنية الدولبي آتمس ولكن يجب المحتوى نفسه يكون آتمس وبعد التجربة الصوت كان عالي ومتزن ونقاوت ومرضية وصوت الجهير متوسط نوعاً ما ومجملاً أداء الصوتيات لا يخيبكم أبداً في هذا الجهاز ولا ننسى توفر حزمة مايكروسوفت 365 والتي توفر برامج الأوفيس في حزمة واحدة وابع اشتراك سنوي أو حتى شهري السيرفيس لابتوب ستوديو يدعم بلوتوث 5.1 ويدعم واي فاي ستة والذي يقدم سرعة عالية في نقل البيانات ولكن للتذكير، الراوتر نفسه يجب أن يكون هناك واي فاي ستة وهو الطريق لأمام، فبالفعل استثمار ممتد للمصممين يعرفوا أن يحصلوا على أكثر خصائص وأحسنها من ناحية البطارية، بحسب مايكروسوفت يعطي 18 ساعة الجهاز ويممكن أن ينشحن باستخدام الشاحن الذي يأتي معه وهي قدرته 102 واط والجهاز ينشحن شحنها كاملة خلال ساعتين يضيفه إلى ذلك هناك منفذ إضافي في نفس الشحن تعودنا على هذا الأمر من مايكروسوفت ويوجد هناك منفذ يو اس بي أساساً أن نشحن الأشياء الثانية، أمورنا طيبة هناك منفذين يو اس بي تايب سي مع دعم الثاندر بولت واليو اس بي 4.0 أيضاً يمتلك منفذ سوفيس كينكت وهو للشحن، ويمتلك أيضاً منفذ سماعات 3.5 وعلى فكرة الشاحن الذي يأتي في العلبة يأتي منفذ إضافي هو اليو اس بي تايب أ الذي ذكرتها قبل قليل من ناحية سعر سوفيس لابتوب ستوريو فيبدأ من 6.960 ريال ويزيد بحسب المواصفات والمعالج وأكيد من تضيين الحين التلخيص فلو أعطيكم الإيجابيات شاشة جميلة باستجابة عالية تدعم نمط الستوديو الذي يجعلها تناسب الرساميين والمصممين وتجربتها ما رح تخيبكم وقلوا لي لو في أي تطبيقات محددة تبغوها أحط لكم إياها في نفس الفيديو الأخير الذي سوف أظهر فيه إن شاء الله والأداء ترى يعتبر عالي الكفاءة ومناسب لأكثر الاستخدامات جودة التصنيع من مايكروسوفت من يوم السرفوس الأول إلى الآن تعتبر الجودة جداً مرضية أشياء ممكن تكون أفضل القلم ينبع مونفصل وتمنيت لأن القلم كان يأتي مع نفس الجهاز المنافذ أيضاً تعتبر محدودة يحتاج تشتروا موسعات لها إذا احتشتوا منافذ زي قارئات USB وغيرها من الأمور فيمديكم تشتروا توسيع لها وكذا نعرف أن السرفوس لابتوب ستوديو جاب أشياء ممتازة مجال فيه ثغرة وكننا نستنى أن يكون هناك شيء يمتلي وبإذن الله سيكون هذه الخيارات الممتازة جداً بالذات لو فناني رسامين، هذا الجهاز سيكون ممتاز بإذن الكريم نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك تابعوني وبالذات اللي اعرفوا من الشخصية اللي بتكون معنا الفيديو هذاك بيكون شيء إن شاء الله رائعي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك أشوفكم على خير بإذن الله